نأخذ كمية 200 غرام سميد رطب مع القليل من الملح ونزيد شوية ماء ما كترش غير هكذا بالعقل بيش متجرش العجينة لازم تكون شوية يبسة نخلي العجينة تريح حوالي 4 ساعة حتى نصف ساعة بعد هذا نبدأ نخدم المقارن تبعوني ما رايش حاجة وعرة نأخذ القليل من العجينة نخدم حربوش كما راكم تشوفوا وتكملوا بالاصابع بهذه الطريقة الطول يكون حوالي 2 سنتيمتر هاد الوصفة راهي من القادم كانوا يناس زمان يحضروها بالبزاف الاكتارية كانوا يخدموا في وقت الفارغ باش ما يقعدوش يديهم فارغين في الاول نحطهم ينشفوا على الغربال او السيار على لي فيه لهوة من كل جهة ثم هادوك تقوبة حيخليوا اللهوة يدخلوا ينشفوا بي فيه ما نحطهم شح الرام نحطهم شوية مزربعين باش ما يلسقوش كي تكون العجينة هكذا يطرية حين يلسقوش غير ينشفو شوية نحطهم على مندي المقي من الاحسن تحضروا العجينة بكمية صغيرة كي تخلاص لكم تحضروا واحد اخرى مرل ينشف المقارن حمسوح وكي يبرد خبيوه في كيس من قوماش وحطوه في مكان جاف بما يغملش كانوا بكري يعجنوا هكذا العجينة كما يكون عندهم الوقت يخدموا هكذا المقارن يحطوه ينشف ويخبيوه عولة كانوا نهار يزورهم كشو واحد من العائلة المقربين او جارة ويلقوهم يخدموا في هاد المقارن يعاونوهم بدون حرج مع درداشة وصرور من غير هاد المقارن كانوا يخدموا كذلك في داوش تعليد او المقطفة اللي وجدوها خاصة لشهر رمضان راكو تشوفوا الطريقة مراهي شوعرة إلا كنتم مشغولين ولا عندكم كش حاجة خليوا العجينة بجيها غطيوها بجمتيبش ومن بعد تكملوها نهار يكون عندكم الوقت يعني هاد الخدمة مليحة في وقت فارغ كي تعمر السيار بالمقارن نفرغوه في المنديل ونخليوه ينشف مليح بعد هادا نحمسوه يعني تكون مقلة شوية خشينة ولف الطاجين كي ياخد هاد اللون انطفيه على النار يجي هادا ميجزمش تحرقوه حتى يبرد بشي طيبه طريقة تحضر مراهي شوعرة نحط في الطنجرة الماء حوالي زجري ثلاث على حسب الكمية على المقارن ندير شوية زيت وشوية ملح نحطه على النار كي يبدأ يغلي نحط فيه المقارن نضيفه من كترش برك الملح على خاطش العجينة ندرنا فيها شوية ملح نحركوه شوية وخليوه يطف في غرضه في طنجرة واحد اخرى حطوه حوالي زجو مغارف كبارة على البصل المرحي مع شوية زيت وفلفل الكحل والملح كي يتقلى نحط عليه الحم مرحي الحمرة طاب نطفي على النار المقارن ثاني طاب نصفيه كي نرضو لطنجرة ندهنه بشوية زبدة بعد ما سقيت نحط عليه الحم وشوية قرفة من فوق ونزينه بالبيض الطابق راه على سحن تقديم هاد الوصفة راهي من القديم وريتلكم المراحل بطريقة ملخصة القليل من التركيز فقط وشهية طيبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر